سعيا منه إلى تقليص التبعية الطاقية القائمة بالأساس على السيراد النفط والغاز لجأ المغرب منذ عدة سنوات إلى تبني الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة والتي فتحت له المجال أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال الانخراط في مشاريع كبرى لتطوير هذا القطع استراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2020 و52% بحلول 2030 إضافة إلى هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12% بحلول 2020 و15% بحلول 2030 من خلال كفاءة استخدام الطاقة هذا الانتقال الطاقية تح في ظرف قياسي تقليص التبعية الطاقية من حوالي 98% سنة 2008 إلى حوالي 93.3% سنة 2016 مع ارتفاع حصة الطاقة الريحية والشمسية في القدرة المشأة والتي لم تكن تتجاوز 2% بداية 2009 إلى 13% سنة 2016 أهداف طموحة تحققت بفضل تنفيذ عدد كبير من المشاريع بدءا بافتتاح أكبر مجمع للطاقة الريحية بالقرب من مدينة طرفايا سنة 2014 وصولا إلى إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم نور واحد بمدينة ورزازات بداية 2016 والذي من المتوقع أن يولد الطاقة لمليون منزل ويرتقي بالمملكة إلى مصاف القوى الكبرى في هذا المجال فضلا عن المشاريع الأخرى في مجال الطاقة الريحية والمائية كما تعتزم المملكة بناء محطة جديدة تفوق قدرتها 800 ميجاوات من الطاقة الشمسية الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة تهدف أيضا إلى إنجاز البرنامج الريحي لإنتاج الكهرباء بقوة 2000 ميجاوات عن طريق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحلول عام 2020 مع التخطيط لسلسلة من الاستثمارات مثل برنامج تقوية الشبكة الوطنية في عام 2015 والبالغة 21 مليار درهم هذا وتحرص المملكة على أن تكون هذه الاستراتيجية قائمة على الاستخدام الرشيد للطاقة وعلى حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بفضل السياسات الفلاحية والصناعية وهو التوجه الذي مكنها من أن تحتل الرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء لتغير المناخ سنة 2016